بمناسبة القضاء وبمناسبة كنت بكلمك عن دمك شركة دمك ومبارح مشروعها والنهاردة الناس راحوا زي ما السيد وزير اسكان قال لهم راحوا لحماية المستهلك قال لهم احنا مناش دعوا بالموضوع ده راحوا وزارة الاسكان تاني وقدموا المذكرة وحنشوف اتهمت شركة من الشركات وهي اتهمت من 2007 وانت طالة كان هناك اتهمات ايضا لمشروع عقاري ضخم في الساحل الشمالي اسمه امارات سهي لصحبه سامي القريني مهندس سامي القريني والاستاذ اسماعيل القرقاوي من الامارات حصلت مشاكل وبلغات وقدم سامي القريني للمحاتمة خرج سامي القريني من ايام براءة حكم بات ونهائي بالبراءة فيه 2500 مواطن شريين في هذا المشروع فجأة سامي القريني اتقبض عليه تاني ايه الموضوع حق الناس دي انها تفهم هي ايه القضية فلوسهم هتروع عليهم ولا هترجع الراجل ده طلع براءة بتقبض عليه تاني يبقى الراجل ده في حاجة نفهمها